وفي أحد الأيام وعند خروج شاكر والشاب من البيت فوجئ برجل ثري ينزل من سيارته ويحتضن الشاب ويقول له البقاء لله لقد مات والدك ونحن نبحث عنك منذ أسبوع لتستلم إرث أبيك وقف شاكر والشاب في دهشة ثم قال شاكر للرجل هذا الشاب وجدته منذ أسبوع مصابا وهو فاقد للذاكرة تماما قال الرجل لشاكر في حزن أنا عم هذا الشاب وهو الإبن الوحيد لأبيه وقد توفي والده منذ أيام بسبب غيابه عنه وعدم التوصل إليه رغم عثورنا على سيارته وبها آثار حادث خطير وعندما يعود معي لبيته سيتذكر كل شيء وبعد عودة الشاب مع أمه بأسبوع واحد عادت له الذاكرة وإذا به يأتي إلى بيت شاكر ويصر على أخذه معه هو وأسرته إلى القصر ليعيش معه حياة سعيدة ويرد الجميل لشاكر الذي لا يعرف قلبه سوى الخير مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم